السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط بهذا الفيديو راح نحل صبح 92 وصبح 93 من كتاب النشاط بالنسبة للأخوة اللي فاهمين الموضوع خلي قدمون الفيديو واللي ما فاهمين الموضوع راح نشرح الموضوع بطريقة بسيطة جدا وبعدها نرجع للتمارين موضوعنا اليوم يا أخوان هو أداة التعريف والتنكير اللي هنا A وAN وTH تستخدم أداة التنكير A أمام الكلمات التي تبدأ بحرف صحيح وتستخدم A-N أمام الكلمات التي تبدأ بحرف علة شنو يعني؟ يعني هاي A وAN اثنين هن ينطن نفس المعنى اثنين هن أدوات تنكير بس هاي الأي نستخدمها أمام الكلمات التي تبدأ بحرف صحيح والAN نستخدمها أمام الكلمات التي تبدأ بحرف علة شلون يعني؟ تعالوا يا ألي Can I have a pen؟ احنا هنا أداة تنكير قلت له ممكن آخذ قلم ممكن آخذ قلم هذا الحرف شنو؟ هذا حرف صحيح فلذلك استخدمت A أما بهاي الكلمة هذا الحرف شنو أول حرف؟ حرف علة فاستخدمت A إذن ثينات ينطن نفس المعنى بس هاي نستخدمها قبل الكلمات اللي تبدأ بحرف صحيح وها نستخدمها قبل الكلمات اللي تبدأ بحرف علة زين شنو فائدتهم هنا ذنين ال-A وال-AN؟ شنو فائدتهم؟ شنو الفكرة من عدهم؟ الفكرة من عدهم بأن يحددن الشيء اللي تريده أنت هل أنا أنت شنو اللي ردته؟ ردت قلم ما ردت مقطاطة ما ردت مساحة ردت قلم بس ما حددت يا قلم اللي تريده شلون يعني خلنطيك مثال صديقك بجنت مجموعة أقلام وانت رايد مع عدهم قلم واحد ش راح تقل لي؟ راح تقل لي Can I have a pen؟ هل أستطيع أن أأخذ قلم؟ أي قلم من عدهم المهم تريد تأخذ لك قلم هس شنو اللي عرفنا؟ هاي أداة تنكير تحدد لك شنو اللي تريده أنت شنو النوع اللي تريده أنت أنت ردت قلم بس ما حددت لك يا قلم من عدهم إذا أنت جاي على قلم محدد قلم واحد محدد هالمرة لا تستخدم ذ بهالحالة تستخدم ذ تمام يا أخوان؟ فذلنا ثيناتن هسا نفس المعنى نفس المعنى بس هاي نستخدمها قبل الكلمات اللي تبدو بحرف صحيح وهاي نستخدمها قبل الكلمات اللي تبدو بحرف علة نجي هسا للذ يقل لك وتستخدم أداة التعريف ذ أمام كل الأنواع هنا أنا يقصد تستخدمها قبل الكلمات اللي تبدو بحرف صحيح وقبل الكلمات اللي تبدو بحرف علة تمام؟ نجي الثاني يقل لك تستخدم أي وأي أن أمام أسماء المهن إذا كانت مفردة هي معلمة زين هنا أنا يصير أستخدم ذا ببدال أي يصير أستخدم ذا أحددها يصير إيش وقت؟ مثلا جاي يسولف ويا صديقك وقلت له شفت أمرأة وهي مدرسة وبديت يسولف لعنها وانتهى الموضوع ثاني يوم أو بنفس اليوم جاي تمشون سوية أنت وصديقك اللي سولفت لعلى المدرسة جاي تمشون وصديقك شافها شاف المدرسة ويريد يقل لك هاي المدرسة اللي قلت لك عليه هالمرة شراح يقل لك انظر هي هي المدرسة الذي حدثتك عنها فإذن هالمرة هنانا سويت انت حددتها المدرسة اللي شنو اللي سولفت عنها بالبداية بالبداية من سولفت عنها استخدمت بعدين مرة ثانية منشفتها وانت جاي تمشي ويا صديقك وتريد تقول له هي هاي المدرسة قلت لك عليها فتقول له look she is the teacher I told you about هذه المدرسة الذي حدثتك عنها تمام؟ ثالثا تستخدم أداة التعريف the عندما نتحدث عن شيء محدد أو شيء تذكره للمرة الثانية نشوف هذا المثال the pen on the desk is mine القلم اللي على الطاولة هو ملكي انت هنانا حددته القلم اللي على الطاولة multi لا حد يقيسه هنا حددته انت ما يصير تقول هنانا a pen قلم على الطاولة هو ملكي ما يصير لازم تقول القلم الذي على الطاولة هو ملكي وهنانا نستخدم ايضا the نستخدم the عندما نتحدث عن شيء نذكره المرة الثانية مثل ما هنانا سولفنا على المدرسة ومرة ثانية سولفنا عليها استخدمنا the هنانا شوف هاي اي سو a boy trying to climb a tree انا رأيت ولد هنانا ما محدده قال a boy انتهت الجملة شوف هناش راح يستخدم استخدم the هالمرة the boy couldn't because the tree was high الولد لم يستطع لأن الشجرة كانت عالية ليش هنا استخدم the وهنا استخدم the وهنانا بالبداية استخدم a ب a ليش بالبداية سولف على ولد عشوائي وشجرة عشوائية بس لما المستمع عرف عن شنو جايحتي هنا هالمرة المتحدث حدد عن شنو جايحتي قال الولد ما قدر لأن الشجرة عالية حتى بالعربي من نحتيها أنا رأيت ولد يحاول تسلق شجرة الولد لم يستطع لأن الشجرة كانت مرتفعة نجي النقطة الرابعة تستخدم the أمام الاسم الذي يوجد منه نوع واحد في ذلك المكان شنو يعني نوع واحد في ذلك المكان أنت وصديقة قاعدين بغرفة وهذه الغرفة بيها تلفزيون واحد فأنت ما يصير تجي تقول شغل تلفاز ما يصير تقول شغل تلفاز هنا هالمرة لازم تقول شغل التلفاز لأن هو تلفاز واحد موجود أو تقول افتح باب ما يصير تقول افتح باب هي غرفة بيها باب واحد طبعا الغرفة ذا بيها بابين عادي صير تقول بس المعروف يعني بأن الغرفة بيها باب وحدة فأنت هنا لازم تقول له افتح الباب the door الباب ليش؟ لأن باب واحد بالغرفة لأن تلفزيون واحد بالغرفة فلازم تقول the لازم تحدد تمام؟ ومثل ما هذا المثال موجود please open the door رجاء افتح الباب نقطة الخامسة تستخدم the مع الاسم الذي يوجد منه نوع واحد في الكون شغلة موجودة شغلة وحدة موجودة بالكون مثلا الشمس كم شمس عندنا؟ شمس وحدة فلازم تقول the sun الشمس القمر الأرض السماء العالم الريح الشمال الجنوب الشرق الغرب كلها لازم تقول the تمام؟ نجل هاي الشغلة المهمة يقول لك الحالات التي لا تستخدم فيها أداة التعريف ولا أداة تنكير مثلا كلمة school المدرسة احنا بالعربي نقول المدرسة نعرفها بس بالانجليز ما يصير قبل تقول school ثانيا اسماء الدروس مثلا درس الإنجليزي درس العربي درس الرياضيات أي درس تمام؟ ما يصير تستخدم قبل the ولا يصير تستخدم قبل أداة تنكير اللي هي الأي والان قبل تقول انجليز تمام؟ وكل الدروس مو بس الإنجليزي ثالثا بعد كلمة like و hate إذا كنا نتحدث عن أشياء عامة I like chocolate I don't like lemons أنا أحب الشوكولاتة أنا ما يعجبني الليمون فركز عندك كلمة like و hate من نشوف هن وشوف وراهن فراغ ما يصير تخلي لا أي ولا أي أن ولا ذا تمام؟ رابعا أسماء الأيام والأشهر أسماء الأيام أيام الأسبوع ما يصير تخلي قبل لا أي لا أي أن لا ذا قبل شوف فراغ هم لا تخلي شي بيه أوكي؟ عوف الفراغ هو مثل ما هو أسماء الأشهر كذلك أسماء المدن والدول والقارات آسيا العراق بغداد بغداد اسم من أسماء المدن فالمدن ما يصير تخلي قبل هن شي لا أي لا أي أن لا ذا وكذلك الدول ما يصير تخلي قبل هن شي وكذلك القارات ما يصير تخلي قبل هن شي لا أي لا أي أن ولا ذا سادسا إذا كان اسم الدولة مختصر بحروف أو كان اسم الدولة مكون من كلمتين أو أكثر تستخدم the ما يصير تقول the Iraq ما يصير ليش لأن من كلمة واحدة بس مثلا الإمارات العربية المتحدة هنا هاي مو اسم واحد أكثر من كلمة مو صحيح؟ فهنا بها الحالة نستخدم the المملكة المتحدة بريطانيا المملكة المتحدة المملكة المتحدة البريطانية هنا مكونة من أكثر من كلمة وأيضا إلها اختصار اختصارها UK فنقول the UK أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية the USA هذا اختصار هاي the United Kingdom هاي Kingdom سوية مو مفصولة تمام؟ هاي بالغلط مفصولة خطأ مطبعي the United Kingdom المملكة المتحدة the United States هاي هنا بعد S of America وهنا نبعد of الولايات المتحدة الأمريكية هنا نستخدم قبلهم the ليش؟ لأن أسماء الدول مكونة من كلمتين أو أكثر فاستخدمنا قبلهم the وأيضا باختصارهم كذلك نستخدم the من نشوف مختصارات نستخدم the تمام؟ بالنسبة النمط الوزارة عليكم وإنتوا أقروه خلنرجع التمارينا نحلهم بدون شرح تمام؟ 80B النقطة الأولى هاي طبعا محادثة بين هذا الشخص وهذا الشخص Can I borrow a ruler please؟ هل يمكنني استعارث مصدرة من فضلك؟ رد عليه يقل له بالتأكيد أي مصدرة هنا أنا ما يصير لا يخلي لا أداة تنكير ولا أداة تعريف يا مصدر يقل له رد عليه يقل له the one you use in maths هنا أنا حدد له استخدم the الواحدة اللي أنت استخدمتها بالرياضيات هنا ليش ما خلينا؟ لأن هنا أنا عندنا maths الرياضيات ورد عليه يقل له sorry the ruler I used in maths is in the library آسف المصدرة التي استخدمتها في الرياضيات هي في المكتبة هنا ليش خلذه؟ لأن حتشوا عليها مرة ثانية فهنا صارت محددة يعرفون عن شنو جاي يسولفون تمام؟ المحادثة الثانية I went to London أنا ذهبت إلى لندن ليش ما خليت هنا لا أداة تعريف ولا أداة تنكير خليت الفراغ مثل ما هو؟ لأن لندن مدينة مصحيح in the holidays في العطل هنا أنا حدد العطل فقال the wow did you enjoy the sightseeing؟ هل استمتعت في المعالم؟ رد عليه يقل له I do like فراغ sightseeing هنا ليش ما أخلى شي بالفراغ؟ تذكرون قلنا لكم like and the shopping was amazing والتسوق كان ممتب نجل الثمانينة البعدة الثمانينة البعدة عندنا جمل مستخدم بيهن أداة التنكير وأداة تعريفة بشكل خاطئ وأكد جمل لا أكاتبه بشكل صحيح فهذا الحل مثل ما يشوفونه قدامكم there is a book on the table هناك كتاب على الطاولة صحيح كتاب a book على الطاولة صحيح I really enjoy a maths at school a هاي ليش هاي هنا أنا مخليها ال a ليش خطئ هنا أنا عندنا درس وما نخلي إحنا قوله لا أداة تعريف ولا أداة التنكير إذن خطئ in the holidays I really miss my friends جملة صحيحة in the holidays حدد العطل فقال the أنا حقا أفتقد أو أشتاق إلى أصدقائي نقطة دي I have a ant خطئ ليش من نستخدم أداة التنكير إذا كانت الكلمة تبدأ بحرف صحيح نستخدم a وذا بحرف علة نستخدم a n هاي ال a أحد حروف العلهية وال you مصحح فنستخدم a n هنا هالمرة وهنا أنا هم a n ok a uncle a grandfather on three cousins خطئ have you ever visited أربيل هل سبق لك أنزرت أربيل جملة صحيحة ما خلي هنا لا أداة تعريف ولا أداة تنكير من ذكر أربيل جملة صحيح we bought some eggs the bag of flour and the cake هنا أنا خطأ ليش؟ هنا أستخدم أداة تعريف قدام الباق of flour والمفروض يخلي a لأن أنا ما أعرف عن شون جاي يسولف هو ليش حددها أصلا ليش حددها؟ لو أنا مثلا شايف كيس الدقيق وقايل له أريدك تجيب ليه هو من راح يجيبه شي يقلي يقلي أنا اشتريت the bag of flour هنا أنا صحيح بس هنا أنا ما أعرف عن شون جاي يسولف كيس الدقيق ما يصير يحدده تمام؟ and the cake والكيكة أيضا الكيكة لو أنا مثلا طاقلها صورة وقال لي أريدك تجيب لي هاي الكيكة من يجي هو يقل لي أنا اشتريت بعض البيض وكيس وكيس الدقيق والكيكة هنا راح تكون الجملة صحيح بس بما أنه أنا أول مرة أسمع جاي يسولف على هاي الأشياء ما يصير يستخدم the bag وما يصير يستخدم the cake تمام؟ فهنا لازم a ببدال هاي وهنا هم لازم a هنا بهذا التمانين قال لي صحيح الكلمات الجمل صحيح الجمل الخاطئة عندنا ثلاث جمل صححناها مثل ما أشوفون هذا الحلقة قدامكم وأيضا مترجمين احنا نجي للصفحة 93 رايدنا نكمل هاي بa أو an أو the قبل الأسمع I'm at school in Tikrit ما أخلينا شي هنا لأنا عدي تكريت اسم مدينة مصحح؟ أنا في مدرسة بتكريت It's a city in Iraq ما أخلينا شي هنا لأي نقال هي مدينة في العراق هنا عندي عراق اسم دولة ما أخلي شي لا أي ولا أي أن ولا ذا I really enjoy my school أنا حقا أستمتع بمدرستي لذلك أنا سوف أنظم إلى دورة اللغة الصيفية at the end of the year في نهاية العام It takes place in the University of Cambridge which is in the UK I'd like to be an interpreter because I like learning languages so I hope to get a place in the arts college كل هن واضحات ومثل الشرح اللي شرحنا ما عدا هاية هاية هنا عندي arts الفنون واحد يقولها سيابة أنت هنا مو قلة الدروس مثلا الإنجليزية الرياضيات ميصن نستخدم قبلها لا أداة تعريف ولا أداة تنكير هنا شو خليه the ليش؟ إذا لاحظه هنا arts college كلية الفنون جاي يحدد الكلية من بين الكليات أكو كليات كلية زراعة كلية تربية هواي كليات عندنا فهنانا جاي يحدد الكلية لذلك قال كلية الفنون تمام؟ لهذا السبب خلى the ننجل هاية ب I came to Mosul a few weeks ago أنا أتيت إلى الموصل قبل أسابيع قليلة before we came here we lived in أربيل قبل لا نجل هنا عشنا بأربيل I miss my friends I had a special friend called فائزة أو فائزة أنا أفتقد أصدقائي كان لدي صديقة مميزة تدعى فائزة هسا هنا هايش راحي لكموياها بعديا بس خنكمل قراءة we went to the same school and we always spent Saturdays together we both love music and we used to listen to songs for an hour a day هايها السهم ما شرح لكم ياها I don't know anyone here but I hope I will soon have a friend كلها النفس الشرح اللي شرحنا ما عدا هايا شوية الدخون بيه وهايا أهم الدخون بيه بالنسبة لهايا قالت I had a special friend called فائزة بعضكم هسا يقولون هايا مو محددة حتى اسمها محدد فائزة فليش هنا استخدمنا A ليش ما استخدمنا ذا هنا استخدمنا A بما أن اللبنائي جاي يسولف جاي يسولف إنا إحنا وإحنا ما ندري من هي هاي الصديقة المقربة وجاي يسولف إنا الأول مرة إذا سولف إنا مرة ثانية وتحكيها مع الصديقة المقربة بهالحالة تستخدم ذا فإحنا لازم A لأن إحنا جاي تسولف إنا هي اللبنية أول مرة إحنا ما ندري من السولف إنا سالفة ثانية وهم تذكر فائزة وهم تقول الصديقة المقربة تقول the special friend وإذا سولفت إنا المرة ثانية حتى ما يحتاج تذكر اسمها لأن إحنا نعرف لأن إحنا شايفين هاي سامعينها تسولف عن الصديقة المقربة التي تدعى فائزة أو فائزة فمن السولف النمرة ثانية شو تقول تقول the special friend الصديقة المقربة وإحنا تلقائيا لازم نعرف عن من وجاية تسولف عن يا هي تقصد تقصد على فائزة تمام؟ أما بالنسبة لهاية an hour هنا ليش ما قلنا a hour مو احنا اتفقنا الكلمات اللي تبدو بأحرف صحيحة لازم نستخدم قبلهن a واللي يبدو بحروف علة لازم نستخدم an فهنا ليش هنا استخدمنا an المفروض a مو صحيح؟ صحيح إذا كانت هاي تنقرأ how hour إذا كانت تنقرأ how شاهنانا قلنا a hour بس هنانا هاي ال h silent متنقرأ اسمعنا شون راح أقراها hour وين هالh ما ذكرناها الh ما ذكرناها مو صحيح؟ ما قتنا أي صوت والo أحد حروف العلة فهنانا باعتبار هاي الh هاي الh ما موجودة قبل بدينا بالo والo أحد حروف العلة لذلك استخدمنا an لحد هنا أكمل هذا الفيديو أتمنى تكونوا استفاديتوا من عدة thank you goodbye see ya